قبل جوازها بيكون عندها استعدادات كتير وزي ما يعني بيكون بيتها وتجهيزاته مهم لأ كمان مظهرها ونظرة بشرتها وشعرها وجسمها لازم تهتم بيهم وتظهر في أحسن صورة الفترة اللي قبل الجواز دي بتبقى فترة إرهاق كبيرة بيبقى أحياناً الوقت داي عشان تخلص كل اللي عندها فاحنا عايزين نعرف إزاي يعني توفق بين الحاجات اللي وراها وبين اهتمامها بشكلها دكتور ماجزاتون أهلا محضرتك معانا وحيك معانا النهاردة مش استشاري تخلص من السنة بس إنما استشاري جلدية وعايزين نعرف إزاي البنت تهتم بوشرتها وشعرها بروسة طبعاً هو حتة النقطة قوي دايماً مفيش شكل العروسة عايزة كذا نقطة مهمين قوي عايزة الجلد بتاع البشرة خصوصاً يعني اللي هو الوجهة بالنسبة لها يكون جلد ناعم ألمس مفيش حبوب صهرة مفيش تسبقات جلدية موجودة مفيش صمار تحت العين مفيش إجهات في البشرة يعني دي المشاكل ممكن تقابلها أنا عايزة بقى نخل الجلد ناعم رطب ألمس تمام زي جلد الأطفال تمام؟ دلوقتي في أصبح بالنسبة لشغل الجلدية التقنيات الحديثة اللي بناستخدمها سواء كان في مراكز الجلدية ما بكلمش على مراكز تجارية بكلمش على دكتور يكون محترف في شغل الجلدية معايا بالتقنيات الحديثة اللي ممكن بيستخدمها بيعمل خطوات معينة البرنامج اللي بيحطه الطبيب الجلدية إنه يرجع الراونق بيسموها عندنا حيسمها ريجي في نيشن اللي عاية تأهيل البشرة من ناحية الراونق والحيوية والنشاط والكلام ده كله أول خطوة بيستخدمها اللي هي حيسمها يشيل الطبعة الخارجية من الجلد تمام؟ الطبعة الخارجية من الجلد بيعالها من مشاكل لا افترضنا إنه فيه رؤوس بيضة عندها فيه رؤوس سودة فيه مسام مفتاحة وأخطر حاجة بتقابل الناس على مستوى البعيد اللي هو التجمعات اللي هي المسام المفتوحة يعني كتير أول ممكن بفيه مسام مفتوحة يقولك مش مشكلة وممكن دكتور يقولك لا ده مسام مفتوحة مفيش مشكلة حتى تساعد في إخراج الإيه الإفرازات تحت الغداء الدهنية لا طبعا المسام المفتوحة دي ما بتجمع مع بعض هي اللي بتعمل التجعيد يعني نقطة مهمة أول للسادة المشاهدين حيطة المسام المفتوحة بيش ميزة المسام المفتوحة دي ما بتجمع مع بعض بتعمل إيه هو التجعيد وتسرع من ظهور التجعيد فأول حاجة بنعملها حاجة اسمها اللي هو تنظيف البشرة تنظيف البشرة بأجهزة طبية أنا ما بتكلمش برضا لشغل تنظيف البشرة اللي عند الكوافرات لا تؤيج لسه هسأل لا 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 أنا بتكلم على حاجة طبية حاجة أجهزة معايزة يا ريش سيفن ده وظيفته بيعمل اللي بيشيل الطبعة الخارجية بحاجة اسمها التأشير التأشير بحاسمها الألترا دايمون بس ده للوش الدهني بس لا لا البشرة اللي من فيه خلايا ميتة سواء كان بشرة جافة أو بالعكس للبشرة الجافة بيبعندها الخلايا ميتة أكتر سمكها وتلاقي جلد ناشف وفيه بوتش والكلام ده كل فمفروض أول جهاز بينا تحط عليه حاجة جهاز بيسموه ريش سيفن أو ريش في نيشن اللي بيعيد تأهيل حيوية البشرة فكرته إن بيشتغل حاسمها الألترا دايمون نهم عنواع الصفرة السطحية للجلد فبشيل خلايا الميتة الجهاز بيبع ألترا دايمون اللي هو كانت زمان كانت مثلاً ما حاسمها تأشير الكريستالات يعني زمان قوي مثلاً أربع خمسين دوقتي الجديد حاسمها الألترا دايمون معايا اللي هو بيشيل طبقة خارجية بين كل المشكلة سواء كانت الخلايا ميتة سواء كانت رؤوس بيضة رؤوس سودة مسامة مفتوحة بيتيفلها الجهاز فيها حاجات تانية برضو من الهاند بيس اللي بنستخدمها اللي هو عبرها اسمها الليد اللي هو الليد لايت اللي هو بيساعد على شد الجلد يساعد على قتل الحبوب الصغيرة ولوف تردنا أنه عندها حب شبافي بنستعمل نهم عنواع الليزة اسمه IBL اللي بنستخدمه في إزالة الشعر هو نفس الIBL بيعالج الحبوب الكبيرة معايا الضوء الحرارة اللي بيطلع من الليزر بيقتل المكروب المسؤول عن تكوين هذه حب الشباب فأول خطوة بنعمل حاسمها ريجي سيفن اللي هو أشيل خلال الميتة وروس البيضة وروس الصدر والمسامة مفتعة الخطوة اللي عندها فيها حاسمها الليزر نهم عنواع الليزر حاسمها الIrbya Miag اللي هو بيسمون فراكشة الليزر بس ما بيكلمش عن كربون ديوكسادي إنه فيه نوعين أنا بكلم عنه الأحدث اللي بيشيل برده الطبقة الخارجية معايا اللي بيسؤول عن الIrbya Miag ده التفتيح أو النوع من أنواع النشاط بنسبة للجلد ده خطوة التانية الليزر الخطوة اللي بعد كده نستعملها نستعمل حاسمها اللي هو فيه مشاكل حاسمها اللي هو مثلا اللي هو مثلا اللي هو مثلا نستخدم الفيلرز معينة با بتكلمش عن لاجل الفيلرز هاقول لك ليزر فيلرز وحنا لسه بنات ماندلل اللي هاقوله بقى الفكرة يعني ما بتكلمش على التجعيد في الناس الكبار أنا بتكلم مثلا على الليب مفروض بيه فيه مقاييس أو نسب جمالية طبية متعرفة لها مستوى العالم طبيا اللي هي السي مثلا مثلا اللي انت عارفة الشفة اللي فوق مثلا مثلا مفروض تكون تلتين الشفة اللي تحت ايوة دي خلقت ربنا بقى دكتور لا ممكن تكون أقل ممكن يكون الشفة اللي فوق دي رفاية عفد ديها فبنائم حاسنها اللي يبقى لا نحن دخلنا في تجميل كده طبا تجميل الجلدين ماذا شغل الجلدين اه يعني انا بقى احنا منتكلم عن فكرة انه البنوتة مش عايزة تجمل او تغير في شكلها هي عايزة بشرتها تبقى نظرة بعيدا عن ان هي تكبر شفتها او تتخن شفة اللي فوق او تتخن شفة اللي فوق طبا يقولوا لو افترضنا ان نكون نكون دا مضايقها لا يعني ده موضوع يعني ده موضوع تاني احنا منتكلم عن متن في شغل انه انا دلوقتي محتاجين برضو زي ما حيك قلت اه دي حاجات طبية مساعدة في حاجات تانية برضو زي شغل حضرتك دايما لو افترضنا فيه مثلا يا دعاء لو افترضنا طبيا انها عندها حاجة بأعلى من حاجة اه دي حاجات تجميل تجميل موضوع الجلدين اه اه يعني موضوع تجميل احنا دلوقتي البشرة العادية عندلوقتي انا هو ما عنديش الحمد لله او اي بل انت ما عندهش حاجة مضايقها في بشرتها ازاي تحافظ على بشرتها قبل فرحها ده قصة التجميل دي بقى موضوع تاني ممكن نفرد له قصة تانية لو في عندي حاجة مشكلة بلياني الحاجة الرابعة لا اتكلم ما تدقيق خلص يبقى اول حاجة اللي هو جهاز اللي بشير طبقة الميتة النوع التاني هو الاستعمال الليزر لشير الطبقة الخارجية لو فرضا فيه تسبوغات جلدية عميقة عندها بقى فيه مواد بنستعملها بقى جهاز حاجة اسمها الدرما بين فاكرة ما كنت زمان هم تكلم على جهاز حاجة اسمها درما رولا اللي عبارة عن استوانة فيها سنون معايا بحيث انها تتعمل حفر في الجلد لا لو عندها حبوب لا مش عندها حبوب كذا حاجة المفروض اللي هو الدرما بين اللي بنستعمله الحاجة الاحدث منه برضو حاجة اسمها الاكترو بوريشنز اللي بنستعمل مواد معينة تخش بعمق في الجلد بحيث لو عندك تسابقات جلدية بنستعمل مواد معينة تعمل على التفتيح تمام